ونبقى في الزيارة النيابية لدمشق حيث أبدت سوريا استعدادها لتمديد العمل على معبر نصيب جابر مع الأردن لمدة ساعتين يوميا نظرا لما يشهده المعبر الحدودي من ازدحام مروري للأفراد والبضائع وزير النقل السوري علي حمود خلال استقباله عضوي مجلس النواب طارق هوري وقيز زيادين قال إن الحكومة السورية ستبحث القرار فور تلقيها كتابا رسميا من الأردني بهذا الشأن وبرر الوزير حمود رفع رسوم الترانزيت على الشاحنات الأردنية بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية لافتا إلى أن الاتفاقية الموقعة مع الأردني بهذا الشأن تترك تحديد الأسعار لكل دولة على أراضيها